اشتركوا في القناة بقلبنا وبروحنا وربنا معاكم بشكل مرة تانية كل اللي تابعونا النهاردة واعتقد ان في خلال فقراتنا احنا عرضنا قراء كتيرة جدا بس يعني لاحظنا في الاخر ان البعض بيدعو للهدوء والتهدئة الموقف وعدم تصعيده بس البعض الاخر او الاغلبية اللي احنا نقدر نتكلم عليها بتدعو للقصاص للعدل للحق فيعني احنا كان نفسنا بصراحة نقدم لكم تفسير او تحليل اللي بيحصل في الشارع لكن للأسف احنا موجودين ومباشر وعلى الهوى بس ما بيوصلناش اي تصريحات نقدر نقول لكم منها ايه اخر المعلومات اللي وصلت للتحقيقات اللي فاتت الامل في الشارع المصري الامل في الشعب المصري واكيد احنا مع الشارع مشاهدين دي كانت نهاية تغطيتنا الخاصة جدا للاحداث المؤلمة اللي احنا كلنا عصرناها ويمكن ده تاني يوم استثنائي بالنسبة لنا في حالة الحداد مصر كلها في حداد رسمي لكن احنا في حداد قلبا وقالبا مع الموضوع وعشان كده احنا نستمرين من تسعة لاتنين الدهر بكرة هيبقى برضو يوم خاص جدا ومحاولة لفهم والخروج من المأذق لكن اللي ممكن نأكد عليه انه الاعتصام حق مأكفول للجميع واللي مش عاجبه اي حاجة في البلد من حق وينزل ومن حق ويعتصم وعار على من يطلق النار على المصريين عشان بيقولوا حقهم طورتنا مستمرة لكن نتمنى الكردامة لبلدنا وقال لها تراق دماء المصريين مرة تانية عزائي لكل ام مكلومة في ابنها وحزينة عليه وكلنا قلبنا بيتعصر معاكو احنا كلنا ولاد الشعب المصري محدش يردن ودم المصريين يراق عزائي لنا مرة تانية وتحية مصر تحية مصر تحية مصر تحية مصر تحية مصر شكرا